اشتركوا في القناة وأن يعفون إذا مكّن الله لهم في الأرض وأن تعفوا أقرب للتقوى وإن من أبعد الناس عن التقوى وعن الله تعالى هم أولئك الذين لا يفهمون معنى العفو والرحمة بل يسرفون في إخافة عباد الله والإضرار بهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ربنا جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم العفو عن الناس هو ترك مؤاخذتهم على إساءتهم مع إظهار المسامحة للمسيء هذا العفو الذي تحدثت عنه الآية أمر عظيم لا يستطيعه إلا الأقوياء الأشداء الحازمون الذين تمكنت الأخلاق المحمودة من نفوسهم وخلت طبائعهم من كل رذيلة ولم لا؟ وأهل العفو يحملون في طياتهم خلقا ربانيا ألم يسمي ربنا نفسه العفو؟ فمن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر فيما بينهم رجاء عفو الله يعني يفعل ذلك راجيا عفو الله فمثل هذا يقع أجره على الله جل جلاله وهؤلاء هم الذين ينصرف إلى أمثالهم قول ربنا جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله أي أن الله يأجره على ذلك قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة بهذا الذي ذكرناه قال بعض المفسرين ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب عدل وفضل وظلم فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها والمال يضمن بمثله ومرتبة الفضل العفو عن المسيء والإصلاح له ولهذا قال ربنا جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله يعني يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا لكن شرط الله عز وجل في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أن الجاني إذا كان ممن لا يليق بمثله أن يعفى عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون الإنسان مدعوا إلى العفو عن مثل هذا وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو ويحث عليه وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفوه عن عباد الله وكما يحب أن يسامحه الله فليسامح عباد الله فإن الجزاء من جنس العمل يقول ربنا جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هذا تحذير من الله عز وجل للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد فإن بعضهم عدو لكم والعدو هو الذي يريد لك الشر ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد فنصح تعالى عباده وحذرهم من أن توجب لهم هذه المحبة الانقيادة لمطالب الأزواج والأولاد إذا كان فيها محذور شرعي ورغب الله عز وجل عباده في امتثال أوامره وتقديم مرضاته وبما رغبهم بما عنده من الأجر العظيم المجتمل على المطالب العالية والمحبوبات الغالية وأن يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما فيه ضرر على العبد والتحذير من هذه الطاعة قد يوهم الغلظة عليهم ومعاقبتهم أمر الله تعالى بالحذر منهم ولكن أمر بالصفح عنهم والعفو ولو وقع منهم محذور فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره فلعل العفو يكون سببا في صلاح حالهم فيكونون عونا لنا على الخير يقول ربنا جل وعلا وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَاعْفُوا لِتُجْزَى بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَمَنْ عَفَى عَفَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَفَحَ صَفَحَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ عَامَلَ اللَّهَ فِي مَا يُحِبْ وَعَامَلَ عِبَادَهُ بِمَا فِيهِ نَفْحُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ نال محبة الله ومحبة عباده ويقول ربنا جل وعلا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفحة والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس اللهم اجعلنا ممن يعفو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفع الله قال القاضي عياض وقوله صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فيه وجهان أحدهما ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه والثاني أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك فيا من وقع عليك ظلم من أخيك المسلم إذا تمكنت فعفو فإن العفو عزة ورفع وقيد في أعناق من ظلموك هل أنت مصدق قول نبيك صلى الله عليه وسلم ربما تقول طبعا أنا مصدقه فيما يقول صلى الله عليه وسلم ولكن عن أي شيء تتحدث فأجيبك أجيبك بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن صلى الله عليه وسلم لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح قسم ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتنموا فالموقف هناك صعب جدا فعن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا يعني سافرت إلى الشام شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس يعني الرجل الذي عنده هذا الحديث تبين أنه عبد الله بن أنيس قال فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم قال فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه بمعنى أن هذا الحديث سمعه عبد الله بن أنيس ولكن لم يسمعه جابر فأراد جابر أن يسمعه من عبد الله فقال عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراتا غرلا بهما قلنا المتكلم عبد الله بن أنيس يعني يقول قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت وكيف وإنما نأتي الله عراتا بهما قال بالحسنات والسيئات يعني أن سداد الديون هناك سيكون بالحسنات والسيئات إذا تخلقنا بخلق فليكن سعينا بلوغ الغاية وقد أحسن الشاعر حيث قال إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم فلا تقول عفوت مرة فلا يقع مني العفو بعد ذلك لأنني سمعت بعضهم يقول العفو حيلة الجبناء وبضاعة من لا طاقة لهم على أخذ الحق ممن عليه الحق فهذا والله من أتفه القول وأسفه العقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم يعني إذا أخطأ الخادم معنا كم نعفو عنه قال فصمت رسول الله ثم عاد عليه الكلام فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة الحديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر العسقلاني اللهم اجعلنا من أهل العفو يا كريم جلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاما فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجد عمامته قد حلت والدراهم قد سرقت فقال لقد جلست وإنها لمعي يعني الدراهم فجعل الناس حوله يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبد الله بن مسعود اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله يا ربنا آخر ذنوبه قيل لأبي الدرداء من أعز الناس قال الذين يعفون إذا قدروا فاعفوا يعزكم الله تعالى وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره وقال معاوية رضي الله عنه عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال أتي عبد الملك بن مروان بأسار بن الأشعذ فقال لرجاء بن حيوة ماذا ترى؟ قال رجاء إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعطي الله ما يحب من العفو فعفا عنهم وقال مالك بن دينار أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهو الأمير على البصرة وكان معي الحسن وكان خائفا فأدخلنا معه على الحكم فشرع الحسن يتكلم فذكر قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذكر ما لقي يوسف من كيد النساء ومن الحبس ثم قال الحسن أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ يعني بيوسف أدى له منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض فماذا صنع يوسف حين أكمل الله له أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعرض الحسن للحكم بالعفو عن أصحابه فقال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته معنى أداله يعني أخذ الله الحكم من الإخوة ووهبه ليوسف عليه السلام ولهذا تسمى الدولة دولة لأنها تدول من رئيس إلى آخر ومن قوم إلى الآخرين فلا تدوم لأحد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا وعن الحسن قال أفضل أخلاق المؤمنين العفو وقال الفضيل بن عياض الفتوة هي العفو عن الإخوان وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا ولكنهم كانوا إذا قدروا عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وارزقنا أن نكون من أهل العفو لعلكم لاحظتم في اللقاء السابق وفي هذا اللقاء أنني أتوقف عند بعض المفردات فأبين معناها وما غرضي من ذلك إلا سؤال وردني يقول هل يجوز لنا ونحن عرب أن نفسر القرآن من غير الرجوع إلى علوم العربية ومن غير الاحتياج إلى علماء التفسير وغيرهم فجواب هذا إن هذه الشائعة قد كثرت اليوم في زماننا من أدعياء العلم ومن الجهل ولكن أقول باختصار ولعل الله عز وجل يكتب لنا أن نتوسع في هذا الموضع لكن في وقت آخر قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن فما أجمل من القرآن في مكان فقد فسر في مكان آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر من القرآن فإن أعياه طلب المعنى من القرآن طلب المعنى من السنة لأنها شارحة للقرآن وموضحة له يقول ربنا جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة فإن لم يجد المفسر مراده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزول القرآن ولم اختصوا بهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح وقد قال الحاكم في المستدرك إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع يقول الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره عند الكلام عن أدوات المفسر قال اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد بأن لا يكون ضالا ولا صاحب بدعة ومن شرطه لزوم سنة الدين فإن من كان مطعونا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف يؤتمن على الدين ثم لا يؤتمن من الدين في الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله عز وجل ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بكذبه وإلحاده وفساد اعتقاده وبعبارة أخرى لا يمكن للمفسر الحاذق العالم أن يفسر بالرأي والاجتهاد يعني أن يخوض التفسير الاجتهادية حتى يتم له النظر في التفسير بالمأثور على النحو الآتي أن يطلب التفسير من القرآن نفسه فإن القرآن يشرح بعضه بعضا في آيات مختلفة ثم إن لم يجد طلب التفسير من السنة كما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين الحقيقي لكلام الله عز وجل قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى السنة تفسر القرآن وتبينه ثم إن لم يجد طلب التفسير في أقوال الصحابة فهم أقرب الناس جميعا إلى رؤية الوحي ومعرفة الوقائع وأقرب إلى التقوى وسمت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الأجيال جميعا إلى الملكة اللغوية التي نزل بها القرآن الكريم وأن يكون المفسر صحيح الاعتقاد فإن صحة العقيدة تقي المفسر من تحريف النصوص وخيانة الآيات والوقاية من الزلال فيها كذلك ينبغي أن يكون متخليا عن الأهواء المذهبية متحليا بالحق لوجه الحق فقط دون لي أعناق الآيات لمذهب يروج له أو عقيدة خاصة ينحرف بالقرآن إليها ثم إن لم يجد اجتهد في تفسير آيات الذكر الحكيم بما حصل من الأدوات الضرورية واللازمة لكل مفسر وهي تحصيل العلوم المعينة على التفسير والبيان وأهمها العلم باللغة العربية العلم بالنحو والعلم بالاشتقاق العلم بالأبنية والعلم بعلوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع وأن يكون عارفا بالقراءات عالما بعلم الكلام عالما بأصول الفقه عالما بأصول الدين عالما بالسير والقصص عالما بالناسخ والمنسوخ عالما بالحديث عالما بما يهب الله عز وجل لعباده من المواهب ومن آدابه أن يكون حسن النية سالم القصد لله عز وجل حسن الخلق ورعا تقيا يتحرى الصدق والضبط في النقل عزيزا نفسي متواضعا لين الجانب جاهرا بالحق إن اقتضى مترويا متأنيا في سر التفسير حسن الإعداد وطريقة الأداء ويقدم في العلم من هو أولى منه إن وجده يعني إن وجد من هو أولى منه في تفسير كتاب الله فيقدمه هذا مختصر بسيط لمن يمكنه أن يتكلم في كتاب الله القرآن كلام الله المعجز وهو دستور شريعتنا فلا نجعل حما شريعتنا أهون حما والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى